موسيقى 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 والمركز الرابع أرى وأشاهد في رابع المراكز شاهين لمحمد بن سلطان بن مرخان المركز الخامس المركز الخامس مياس لمحمد بن علي الوهيبي هذه هي النتيجة أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء وشعار بن دري يسيطر أحمد بن سعيد بن دري الفلاحي يسيطر على موسيقى 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 سيارة عبارة عن تويوتا كروزر بكف الانتظار للفائز بالمركز الأول مقدم من اللجنة المنظمة لسباقة الهج المشكورة على هذا الدعم اللامحدود وعلى هذه الجوائز القيمة الله الأقرب للسيارة الأقرب للسيارة هنا مياس الله يا مياس في هذا الجو الجميل وعبر نسيم الصباح يسيطر مياس على المقدمة ويحتل المقدمة ويفرض الصداء ويفرض الله السيطرة التام مع المقدمة وأقرب الواصلين واللي رافع راية التهديد هذا هو هملول لسعيد بن محمد بوعامر الخيارين بينما المركز الثالث القادم في خامس المراكز شاهد لمحمد بن سلطان بن مرخال اللي قادم وديروا بالكم من شاهد ديروا بالكم من شاهد بينما المركز الرابع في هذه اللحظات الجذاب لراشد بن سالم بن مسعود المري ويليه في المركز الخامس المركز الخامس مياس لمحمد بن علي الوهيبي هذا هو نداءنا الثالث أكملناه على مسامعكم كاملا مكمل للخمس المراكز الأولى وانتظرووا ما خلف الخمس مراكز انتظروها في الكيلومتر الأخير أعدكم بذلك أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء لأني أراك سيل جارف سيل قادم من الجذاع القعدان سيل قادم يا سلام يا هسيل يا هسيل يا همع ركبة تستوي على التزاع نموس هذا الشوق وعلى سويك السيارة الله السويك يلمع في الانتظار السيارة تلمع والعيون تدمع والله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع و2500 متر الله المسافة تقلص المسافة تقلص والأقرب والأقرب حتى هذه اللحظات ما زال مسيطر مياس لأحمد بن سعيد بن دريل فلاحي ضيف قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خصيصا لهذا المهرجان خصيصا وقد أعدى الإعداد الجيد لمذلي هذا اليوم الله يا ابن إدري روح يا سعيد روح يا شاعر القمة ولكن بن مرخان قادم ابن مرخان في دار المراكز وهذا الشعار أيضا له ذقله في الميادين ولكن من يحتضل هذا الشعار ظهره شاهير لمحمد بن سلطان بن مرخان هملوله يأتينا في دارة المراكز لسعيد بن محمد بن عامر الخيارين أول لدالي صاحب المركز الرابع اللي ادخل على إذاعة شاهير لناصر بن صبيح الوهيبي بن صبيح الوهيبي ولكن يلخط في المركز الرابع من قبل علي بن عبد الهادي بن عبده البري على ظهر الباز يضع الشعار وهذا من أبناء منطقة الشحارية من أبناء دولة قطر الله الله هذه النتيجة أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء وما زال حتى هذه اللحظات ما زال حتى هذه اللحظات مياس يحمد بن سعيد بن ادري الفلاحي المسافة تتقلص 1500 متر الأخيرة وأيضا دخول من قبل الدخول من قبل سنسدران لمنصور بن سهيل بن راشد النعيم على المركز الثالث ولكن نعود إلى مياس نعود لشعار بدري الفلاحي يا سلام يا مياس الله الله يا مياس مسيطر على المقدمة منذ الانطلاق مياس هو الأقرب ولم تصدر عليه الأوامر ولكن بن مرخان ولكن هملون قادم وكذلك سدوان قادم الله سدران سدران في المركز الثالث سدران؟ هذا اسمه سدران اللي يحتل المركز الثالث لمنصور بن سلطان بن راشد النعيم المركز الرابع المركز الرابع الباز لعلي بن عبد الهادي بن عبده المركز الخامس يأتينا شاهير ناصر بن صبيح الوهيبي ولكن نعود إلى مياس يا سلام يا مياس يلا يا مياس الموقف خطير اشرد يا بن دري بن مرخان قادم هملول قادم والباز قادم لبن عبده الله وسدران قادم وكذلك الله الله اسماء كبيرة وشاهير ولكن هملول ينتزع المقدمة ينتزعها ويحطمها وينتزعها شاهير يحطمها وينتزعها شاهير محمد بن سلطان بن مرخان الله الله الباز قادم أيضا يا هشوق المعركة طاحنة على انتزاع النموس يا صلوب يا شاهير صاحب المضامرين القادم بن الله مقدام مقدام محمد بن طحنون بن مهينة يا سلام مقدام مقدام قادم لانتزاع السيارة في هذا الشوق الله يا مقدام محمد بن طحنون بن مهينة أبناء الشحانية في هذا الصباح ينتزعون ناموسي هذا الشوق إذن المركز الثاني أيضا القدوم من قبل ساري لحمد بن مسلم بالحمرور العامري ولكن بن مهينة يسلام يا مقدام تهارينة لمحمد بن طحنون بن مهينة على فوزي مقدام في هذا الشوق الله الله مقدام تهارينة اللحظات الأخيرة انتزاع السيارة مقدام انتزاع السيارة الثانية له في هذا الموسم تهارينة على فوزي المركز الثاني ساري لحمد مسلم الحمرور العامل المركز الثالث شاهين لمحمد وسطاب بن برخان المركز الرابع المركز الرابع أيضا محمد وسطاب بن طالش المركز الخامس المركز الخامس أتانا في خامس المراكز شاهين لمحمد بن حماد لك تبيتهلين أو المبروك للخمس المراكز الفائزة بهذا شور حظا أوفر لملم حالة في الحظ نتظر لحظات التوقيت الزمني لصاحب البركز الأول إذن من أتانا اللحظات الأخيرة الحساسة المطلوبة مقدام وقطع المسافة من مقدام في توقيت زمني مقدارة 9 دقائق 35 ثانية 17 جزء من الثانية تهلين أول مبروك لما لكم ضمر مقدام محمد بن طحنون بن مهيرة بينما المركز الثاني الذي أتى وصل إلى خط النهاية ساري في توقيت زمني مقدارة 9 دقائق 36 ثانية جزء واحد من الثانية تهلين أول محمد بن مسلم بالحمرور العامري على فوزة المركز الثاني المركز الثالث اللي قدم عرضي شكرا عليهم منذ البداية شاهير قطع المسافة شاهير بتسع دقائق 37 ثانية 18 جزء من الثانية تهلين أول مبروك لمالك شاهير محمد بن سلطان بن مرخان على فوزة بالمركز الثالث إذن كانت هذه النتيجة أيها الأخوة مشاهدين الأعزاء في هذه اللحظات الموقف في تحديات أشواط الرابع أشواط الخامس من مجموعة أشواطنا الستة عشر للفترة الصباحية ونذكر بأن الأشواط الرئيسية على التنافس على الرموز ستكون في الفترة المسائية والموعد بعد صلاة العصر مع عشرة أشواط ستحمل في طياتها الكثير والكثير من عنوين المنافسة ومن عنوين التحدي هذا هو إذن الاستعداد واللحظات الأخيرة التي تسبق انطلاقة هذا الشهر